أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى أن يعيش الإنسان ملازما لذكر الله عز وجل وما أحلى وأجمل أن يديم الإنسان الاستغفار إن الاستغفار معناه طلب المغفرة أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يغفر له أن يستر عليه ما فعله وأن يمحو الذنب الذي فعله الإنسان إذا تأملنا في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله عز وجل يبشرنا جميعا بأن الإنسان متى أقبل على الله عز وجل ومهما أسرف ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله يقبل رجوعه يقبل رجوعه ويقبل استغفاره وذلك لأن مجرد أن يستغفر الإنسان ربه معنى هذا أن الإنسان يخرج من حوله وقوته بل لا حول له ولا قوة وإنما الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى معنى أن يستغفر الإنسان ربه أن يرجع الإنسان إلى ربه أن يعترف الإنسان أن هناك ربا هو الغفور الرحيم هو الذي يلجأ إليه وأن الله عز وجل رحمته واسعة فهو القائل ورحمته واسعة كل شيء إن هذا الاستغفار وهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى معناه أن يفوض الإنسان الأمر إلى الله عز وجل وأن يعود إليه وهذا المقام وهذا المجال يبشرنا فيه ربنا تبارك وتعالى أنك أيها العبد متى رجعت إلى ربك ومتى عدت واستغفرت فإن الله يقبل رجوعك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما إن الاستغفار في حقيقته ليس مجرد أن يغفر للإنسان الذنب بل إن هذا ميزة أو هذا من آثار الاستغفار فإن الاستغفار له آثار متعددة منها مغفرة الذنب ثم منها التوسع على الإنسان منها البركة منها أن يوسع الله عز وجل على الإنسان فيزيد رزقه منها أن الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان لذلك ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم يبين لنا أن سعة الرزق وأن التوسعة على الإنسان إنما من أسبابها الاستغفار في سورة هود يذكر الله سبحانه وتعالى لنا في موضعين أهمية الاستغفار وأنه سبب من أسباب التوسعة وأسباب زيادة رزق الإنسان مر في أول السورة في قوله تعالى وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ في بداية سورة هود وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّةٍ ثم بعد ربعين أو ثلاثة أو أكثر في وسط السورة يأتي قول الله سبحانه وتعالى وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَوُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ما الجزاء؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ وَيَا قَوْمِ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدِكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ثم في سورة نوح عليه السلام يبين لنا الله سبحانه وتعالى أيضاً الربط بين الاستغفار وبين التوسع في الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ إن الاستغفار أيها المشاهد الكريم ليس فقط من أجل أن يغفر الذنب أو من أجل أن يسامح الله سبحانه وتعالى الإنسان بل إنه يمتد أثره ليكون سبباً في زيادة رزق الإنسان يكون سبباً في النماء يكون سبباً في البركة يكون سبباً في التوسع على الإنسان وعلى أهله وعلى من يرجوه وذلك لأن فيه لجوءاً إلى الله سبحانه وتعالى فيه رجوعاً إلى الله عز وجل ومن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستغفار كانت الرواية تقول كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم سبعين مرة وفي رواية أخرى يستغفر في اليوم مئة مرة ثم يأتي التوجيه العام من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يربط الاستغفار بالرزق يقول عليه الصلاة والسلام من لازم الاستغفار داوم على الاستغفار ليس مجرد أن يستغفر مرة أو مرتين وإنما لازم الاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب أيها المشاهد الكريم إذا أردت زيادة في الرزق إذا أردت بركة الله عز وجل فداوم ولازم على الاستغفار فإن الاستغفار أحد الأسباب التي بها يوسع في رزق الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين ليلا ونهارا وأن يقبل رجوعنا إليه إنه بعباده غفور رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته